السلامة ومرحبا بكل من يتابع فينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من كرونيك دي جور مع ابسلام شقير الكرونيك متاع اليوم تكون مقسمة إلى أربع أجزاء أو تحكي فيها على أربع مواضيع مهمة ربما ما لم يتترق له الإعلام وما لم تتترق له الوسائل الإعلامية متاعنا كالعادة المواضيع الحارقة، المواضيع الهامة، التساؤلات التي يجب أن تترح في وجه السلطة، في وجه المسؤولين إلى آخره، إلى ما نشوفوش وما نسمعوش في المنابر الإعلامية هات نبدأ بالموضوع الأول اللي هو كما قلت لكم ويمثل ويشكل خطورة كبرى على المجتمع التونسي ويشكل هاجس أمام المواطن التونسي اليوم وأمام الشعب التونسي ويشكل أيضا مشكل كبير إلا مهما حاولت السلطة الحالية أنها تتبرق منه لكن ما تنجمش، موضوع الأفارقة اليوم والمهاجرين غير الشرعيين في تونس اليوم موضوع فعلا يشكل معناها مشكل كبير للسلطة والشعب التونسي به مواقع التواصل الاجتماعي لحقيقة ليمت الأخرى شاعلة بخصوص المهاجرين شاعلة من خلال العديد من الفيديوهات اللي ريناها واللي ريتوها لكلكم على صفحات الفيسبوك الكبرى، على اليوتيوب، على التيك توك اللي يوريوا في أشياء لحقيقة مزرية ولهناء خليني يراني بش نحكي من الجانب الإنساني إلا كان سبب في تواجد وتوافد هالأعداد الكبيرة من الأفارقة في تونس سيتحمل مسؤوليته، إحنا قلنا من قبل كونه الشعب التونسي معناها وضعيته الاقتصادية، وضعيته الاجتماعية والوضع السياسي الراهن في البلاد ما يحملش أو معناها ما يتقبلش إنه نقبله كم كبير من اللاجئين في بلادنا إلا أحنا بيدنا وضعيتنا ما تسمحناش باش نعيشه كما كنا نعيشه قبل وللمواطن التونسي منيش نحكي حتى على الزوالي حتى متوسط الدخل موش لاحق كستيرا كما تعرفوا كما تشوفوا المواد الأولية معناها والمواد الغذائية الأساسية مفقودة في تونس معناها صف وصفوف حكينا فيهم قبل لهذا مش بش نعود نرجع فيه توا دونك حالتنا لكلها ما تسمحش لكن بش نحكي توا من الجانب الإنساني خاطر إحنا أمفانت كونت بشر وناسة ذو ما زادة كيف كيف راهم بشر نعرف المسؤولية الكل مش فيهم هما راهم المسؤولية فلا خليهم يدخلوا ولا سمحي لهم يدخلوا من الحدود وسيجيء يوم كما نقولها وسيحاكم ويحاسب كل من كان أو كل من ظلع في هذه العملية إلا لليوم ما نعرفوش صمت القصور رهيب اليوم فيما يتعلق بهذا الملف لا نعرفوش نيه الاتفاقيات لا نعرفو حد شي باه هات نشوفو كما قلت لكم الفيديوهات اللي شفناهم بالبريود الأخرى يوري في حاجات مزرية لا تليق بالإنسان ولا تليق بتونس أصلا معناها أولا تحس فما تلاعب بهؤلاء المهاجرين من خلال نقلهم مثلا من بلاسة لبلاسة معناها بدون ما يكون فما مخطط حكومي واضح ولا بدون ما تكون فما رؤية للدولة التونسية واضحة بخصوص التعامل معهم يعني قولونا مثالش أش فما معناها شنو عملتوا لهم مقارات رسمية ولا لا عملتوا لهم مخيمات ولا كيفية لو حفهم في طبيعة هكاية نحبوا نفهمه معناها شو قولك معناها فكر التونسي تول كله شنو يقولك يقولك كيفاش يندمجوا في المجتمع تساؤلات تطرح كيفاش يندمجوا في المجتمع التونسي فكرتوش في النقطة هذه معناها سمحتولهم بش يخدموا داخل المجتمع قولونا معناها يعني فما العديد الحقيقة من المسائل إلا قاعدت مثل نقطة استفهام كبرى كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة للمواطن التونسي المواطن التونسي توا حاليا عنده ليكم مشكل كبير وعنده معاكم مشكل كبير شنو رؤية الحكومة التونسية تجاه الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء واضح الأسألة شنو رؤيتكم هذا هو السؤال الاستراتيجي والمفصلي معناها يا حكومة أخرج وضحنا شنو اللي فهمة بالضبط وشنو ناوية تعمل معناها خلي نفهمه خلي تاقف هالمشاكل هذية وخلي ياقف هالتعامل المزري مع ناس رهو كمان بشر عندهم أحاسيس كيفنا ومع ناس عندهم مشاعر كيفنا أحنا موش لايق بينا أحنا كاتوانسا وموش لايق معناها بتاريخنا أنه نشاهدوا مظاهر كما إلا شاهدناها الحقيقة في الأسبوع اللي فات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا موقف إنساني مانيش بور معناها أنه يوطنوا بحذانا بالعكس أنه بالنسبة لها إرجاحهم وإعادتهم للدول المتاحهم هو الحل معناها في أقرب فرصة هو الحل به إرجاع المترجم للقناة